وأنا واسق أنكم أن هذا الشعب العظيم أن هؤلاء الأبطال في قواتنا المسلحة أننا جميعاً سنكون في المستقبل في المواجهة ليس كما كنا في الماضي فحسب بل أشد وأشرس وأقوى مما كنا في أي مرحلة من مراحل التاريخ عندما تفرض علينا المواجهة مع هذا العدو الغادر الذي يطمع في الأرض والوطن